بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلوناكم شباب طبعا اليوم الفيديو راح يكون على طريقة تفعيل الماركة الأمريكي وراح أبدي بعملية شرح طريقة التفعيل طبعا هذا الجهاز أمامنا طريقة التفعيل بالبداية نحول الجهاز إلى وضع الطيران طبعا تحويل الجهاز إلى وضع الطيران أكو طريقتين الطريقة الأولى أنه الضلده يسعى على زر البور تطلع لكها القائمة وهذا نمط الطيران وتلغط عليه وموافق يتحول الجهاز إلى وضع الطيران والطريقة الثانية أنه تروح على الضبط تروح على الضبط على المزيد من الضبط بعدين على نمط الطيران هاي هنا تفعل هذا الصح موافق تفعل وضع الطيران وبعدين ش نسوي طبعا لما نتفعل وضع الطيران كل شي ينطفي أي شي عالي إذا حد سماعات بإذنك توقف الموسيقى إذا واي فاي عالي ينطفي بلوتوث ينطفي كل شي ينطفي والجي بي اس كلهم ينطفون لما تحاول الجهاز واحد على الطيران بس تقدر تعليقهم سلواي فاي نطفها سنعليها من جديد هاي علقنا بس سعلمود يكنك على الشبكة هاي يكنك هس ندخل على البرنامج بعد ما دخلنا على البرنامج السهم سننتظر شوي نضغط على هاي أبدأ التحميل نعم أثق بهذا البرنامج هذا التطبيق يبدأ يحمل شون تعرف تشتغل مع تفعال هذا البرنامج لولا تطلع لك صورة البرنامج بالأخضر على أمكه وبصفة صورة مفتاح هتلاحظون هنا هذا هو هسه نطلع من البرنامج نروح على الضبط بعدين نروح على إدارة التطبيقات بعدين نروح على البرنامج نفسه هذا جوجل بلاي سوق جوجل بلاي ندخل عليه نضغط على هاي مسح الذاكرة المؤقتة المسحة تس الذاكرة المؤقتة نطلع نطلع نغلق الملفات المفتوحة ندخل على سوق جوجل بلاي نفتح السوق قبول وهو يدفع على الماركت الأمريكي تلاحظون هالأسعار كلها موجودة يفري أيضاً طبعاً يختلف اختلاف جذري عن السوق جوجل بلاي موالتنا يعني حسناً لأسعار جوجل بلاي موالتنا جوجل بلاي موالتنا بلاي موالتنا جوجل بلاي موالتنا جوجل بلاي موالتنا الماركت الأمريكي ندخل على سوق بلاي موالتنا احناني راح ارفع لكم رابط تحميل البرنامج بالوصف واتمنى افيدكم وبعض الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته